مساء الخير من القناة الثانية دوزيم هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني شكول مع الرمضاني في هذه الأمسية معه سنبدأ السنة الجديدة 1972 السنة الأمازيغية الجديدة طبعا ومعه كذلك سنناقش مئة يوم من عمر الحكومة الجديدة وسنسأل عن المعارضة في مئة يوم وكذلك سنسأله عن أحوال حزب السنبولة عبدية السباعي الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية مع الرمضاني عبدية السباعي مرحبا بك مع الرمضاني مرحبا سي رمضاني بتمازيغة السقوة سامينو أمباركي السقوة سامينو أمباركي أسقوة إغودان شنو الفرق بين أمباركي وإغودان لأن تمازيغة الأمازيغية لغة موحدة ولها لهجات أمباركي أمباركي في اللهجة السوسية أمباركي أسقوة إغودان تمازيغة الأطلس وقلت سقوة أمباركي كما قلت لكسوس وكان سقوة أمغازي المهم سنة أمازيغية أن هناك لغة موحدة بتعابير مختلفة وسنة أمازيغية جديدة الفين وتسعمائة واثنين وسبعين كيف لغي جهة التاريخ وهذا الرقم في شكل شي شوية؟ العكس هذه محطة تاريخية لها امتداد تاريخي في تاريخ المغرب وفي تاريخ شمال إفريقيا يرتبط بوصل أمازيغ إلى عرش مصر في تسعمائة وواحد وخمسين قبل الميلاد تسعمائة وواحد وخمسين قبل الميلاد وصلوا للحكم في مصر وخلدوا هذا المحطة وهو عيد معروف لدى جميع المغربة باختلاف ثقافتهم والتعابيرهم وتوصلنا دات النهار سمح لي السعدية نهار الأربع كان ضمت كلمنا بالليل نعم قلت لي بالله شوية عود عيط لي قلت لي يا كلها بس السعدية كما تخوي بنا قلت لي احنا ديرين الحلوة وكان نحتفل حلوة وطقس تقليلية للأمازيغية ما نفرطينش في هذا الأمر لا ما يمكنش لانا جميع الأصال المغربية تحتفل كاللي يمكن ما زال ما يربطوش بالوعي الهويتي كيحتفل مثلا بالسنة الفلاحية ايه حالي أنا كنعرف الناير ولكن ارى هناك ارتباط بين التاريخ والهوية والأرض وهذا هو الرسالة ديل هذا الحادث الرمزي هذا الحادث له جذور تاريخية له سنة دستوري في الدباجة ديال الدستور ولت الهوية الأمازيغية مكوين أصيل ولت تاريخ المغربية امتد لأكثر من 14 قرن تاريخ له جذور عريقة وهذا تخليد لهذا المحطة التاريخية لكالأمل ديالنا والطبوح ديالنا أن تصبح عيدا رسميا وطنيا رسميا وعطلة رسمية وعطلة رسمية مؤد عنها هذا مطلب مجتمعي مطلب للحركة الأمازيغية مطلبنا أيضا على المستوى الحزبي مطلب الفعالية للمجتمع المغربي إلا أنه مع الأسف فوجئنا أن الحكومة مرة أخرى مثل سابقتها بكل صدق لما تتخذ القرار المنتظر والذي لا يكلفه شيئا كانت النفسية العامة خصوصا ديالنشطاء في الحركة الأمازيغية كانوا كيتوقعوا يكون إعلان العطلة رسمية أولا أمام حكومة عطت وعود ساخية جدا في مجال الأمازيغية انتخابيا وفي البرنامج الحكومي وجاءت الواحد المؤشي اللي هو مؤشي الرمزيلة يكلفه كما قلت لك ماديا والذي حاجة كل ما يتطلب فيه الأمر هو أن يعدل المرسوم المنظم للأعياد والعطلة اللي أصبح بها تكون عطلة رسمية اللي صدر في 1977 من طرف صدفة ومكر التاريخ أو صدفة الإيجابية للتاريخ أناس حمد عصبان الرئيس المؤسس لتجموعة الوطن الأحرار والذي أصدر المرسوم في 77 من موقعي وجه الأول يعني تمنينا وكل صدق لو تكرر التاريخ ورابطنا اللحظة 77 بهذه المرحلة واخدت الحكومة هذا القرار لتعديل المرسوم اللي عد لها 6 مرات را عد لها 6 مرات منذ صدوره علما أن هناك مرسوم أقدم من 58 يبيحوا الاحتفال بالأعياد الأوروبيين اللي كانوا في المغرب يبيحوا الأعياد للإسرائيليين المغاربة كما تسموا في المرسوم للمقصود بهم المغاربة ليهود طبعا وليس ليهود المغاربة كما يشعر ما تفسيركم السعدي لأنه إلى حدود اللحظة رغم المكان اللي اخذتها على كل حال الأمازيغية دستوريا ما زال ما عندناش عيد وطني وما زال ما عندناش عطلة رسمية علاش الإشكال الكبير أن اليوم المكاسب الدستورية اللي جاءت بعدان ضال طويل سهم في الحزب دينا وسهم في المجتمع المدني الأمازيغي وصلنا لمكاسب دستورية مميزة بفضل إرادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس لم نخيل منذ خطاب أجدير وصلنا للدستوراء السؤال اليوم لماذا تتعطر هذا العمل للترصيم الأمازيغية القانون تنظيم الأمازيغية تطلب خمس سنوات في الحكومة التي تستبقى ما يخرج ومن الذي يخرج ما خرجت 2019 والآن ثلاث سنوات ولازل هذا القانون لا يمشي على قدمين علما أن ملف الأمازيغية ملف في المشروع مرتبط بالهوية ومرتبط بالتنمية وعنده طابع حقوقي كل ما نطلبه فهذا الملف الأمازيغي هو ترسيم واقع هو كيف ننقل المغرب الشعبي إلى المغرب الرسمي لا في النقطة دي العطلة الرسمية لنتفسيركم علاش ما زال ما تخدش قرار حكومي إلى حدود اللحظة لكي أنه تكون عيد وطني وعطلة رسمية هذا السؤال يوجه للحكومة لا هادي ولا لسابقتها لأنه يلام علينا مثلا كحزب أننا كنا في الحكومة السابقة غنجيك ولكن ولكن لم نكن حاضرين في رئستها وما كانش عن نص صلاح يدي الإصدار المراصيم هذي مسؤولية الحكومة أنا تمنيت أن هذا المؤشر الرمزي كنت دارت الحكومة الحالية هذا المرسوم مثلا في المجلس الحكومي الأخير أو قبله كنا سنتقوا أكتر في وعودها الانتخابية اليوم هذه رسالة بالنسبة لي سلبية على الوعود التي طلقتها ديال إحداث صندوق للنهوض بالأمازيغية غنجيو لهذا الشي كله ديال تفعيل طبع رسمي في مناح الحياة العامة كانوا ليون ترحز غنجيو لهذا الشي كله في النقطة ديال ديال عيد الوطنية والعطلة الرسمية واش الإقرار ديال هاد الأمر غيشك الفرق بما أنه كالاحتفال مجتمعي والاجتماعي والثقافي شنو غيزيدنا نديرو فاتح سنة الأمازيغية عيد وطنية وعطلة الرسمية أولا سنكرز التنزيل والترسيم ديال الأمازيغية لأننا قلت لك وإلى أشن المطلب اليوم العيد الوطني واقع نريد ترسيمه ليتحول إلى مسألة رسمية مؤسستية إشارة لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وغادي تكون هذه إشارة إيجابية بأن مسلسل التنزيل الأمازيغية سيحضر بالعناية اللازمة وأن الحكومة فعلا عازمة على ترسيمها إلا فشلتي في تنزيل القارة اللي غير مكلف وقارة رمزي إذن كانوا لي هناك تطرح الريبا والشك في النواية الحقيقية وفي القدرة على تملك رؤية لأن الأمازيغية غدت لغة رسمية تقافة رسمية لأن الأمازيغية لن يطالبوا فقط بيترسم الحروف أو بيتدرسها فقط أو بيتدماجها في الإعلام نريد الأمازيغية التي تكون دعامة لإنجاح النموذج الجديد لأنها متخل للتنمية البشرية والتنمية المجالية طيب استعدين طيلاقها من هذا أنا شخصيا كان سمع بزاف تنزيل 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 تفعيل طابعة الرسمية للأمازيغية لكن يبقى يمكن من غير النشاطة الأمازيغيين ربما الناس العاديين ما غير فهمو شنه التنزيل شنه التفعيل للطابعة الرسمية وواقعيا بكل بسطة مثلا نطالب اليوم أنه واحد الإنسان المغربي الناطق به الأمازيغية الإحصاء المندوبية السامية آخر إحصاء وطني في 2014 ستشير بأن 29% أي تولوة المغاربة لا يتكلمون إلا الأمازيغية 20% لا يتكلمون إلا الأمازيغية ماذا دلبوا هؤلاء يتحرمون من حقهم في الاستشفاء حقهم في العدالة من اللي يأتي المحكمة واذا نحن محتاجين أن نترجم لغة وطنية في وطنها نحن نريد كل مدارس تكوين القضاة تكوين في التعليم في جميع المؤسسة تكوين الأطور المغربية وتكون بحلها بحل العربية على قدم المساواة باش نبنيه مغرب حقيقي يعبر على التنائية الهويتية ديالو وعلى الأبعاد ديالو حنا كنا ندعف حتى الأبعاد أخرى البعد الإفريقي البعد العبري البعد الأندلسي البعد المتوسطي باش نزيد لك هذا معطى الدستور الوحيد من أصل 28 دولة متوسطية هو اللي فيه البعد المتوسطي وإقراره في الهوية والدستور المغربي المغربي علاش تعطل التنزيل أو التفعيل ديالهذا الأمور اللي تكلمتي عليها أنا أقول لك علاش تسعد مع العلم تاوى المغربة توافقوا في الدستور وبالإجماع ما كينش ما هو أسمى من الدستور هل الأحزاب المدبرة اللي عن كلها تملكوا إرادة سياسية ووعي بأهمية هذا الهوية بأهمية هذا المكوين نكون واضحين 2011 ثلاثة الأحزاب فقط جوج الآن في المعارضة ووحد في الحكومة هم اللي طلبوا باللغة الأمازيغية لغة رسمية الباقي طلبوا باللغة الأمازيغية ولغة وطنية إذن هذا اللي ما كانش عنده الإرادة أنه تكون لغة رسمية هل سأنتظر منه يعني تفعيل إرادة سياسية في تنزيل السؤال الثاني ملكة القرص في الحكومة حالما تلعنا أولوية الأمازيغية أولوية في إطار الإيمان بالوحدة بالهوية المغربية المتنوعة في وحدتها ولكن كل قرصنا أمام أحزاب التحالف السابق في هم أربعة لا أعتقد أنهم ربما سيروا القرار الدستوري ومشاهم عنا في الدستور ولكن لا أعرف هل فعلا توبتهم الإيديولوجيا في هذا الملف كانت نصح ولكن واقع كنتم كنتوا جزء من الحكومة السابقة والسابقة نعم أشحق قتول للثقافة للقضية الأمازيغية أول ما حققنا للأمازيغية أنه من 56 سنة تبنيناها وخدمناها إعلاميا عن طريق مجلات أمازيغ عن طريق مجلات أجرا وتيفينا قدرنا مسلسل إعلامي كبير وعرفنا بل هو كان أبوك صالحا الحزب الذي باضار في 2011 إلى المطالبة بالترصيم ودرها في القواني الأساسية والحزب الوحيد اللي طلب القانون تنظيم لتفعل طبع رسمي لن تبقى لأمازيغية تنظيم الأمازيغية جملة قدرناها حماية قانونية نحن لا نجمع ذلك القانون اللي في البلانة نحن نقطعها في المذكرة ونزيد لك أيضا من أصدر القانون التنظيمي في 2019 أليس وزير الثقافة محمد العرش باسم الحركة الشعبية القانون التنظيمي يفرض على جميع الوزارات والمؤسسة والجامعة الترابية دير مخططات قطاعية باللاتي بالنسبة إلى حزب سياسي القطاع الوزاري الوحيد اللي أعدى مخططا لتبصيم الأمازيغية بلاجون دواضحة هو وزارة التعليم في عهد الوزير سعيد أمزازي وصافي وفي البرلمان تعديلتنا هذه القوانين واستحضرناها وآخر ما قمنا به ونجي إلى المرحلة دي المعارضة استحضرنا هذه المكوين وتانيا حضورنا في الحكومات حركة حضورنا لا يتجاوز 10% في مطبخ صناعة القرار الحكومي ما سنفهم بأنه أحزاب أخرى حكومية تعرقل تنزيل أو للدفاعي طبعا الرسمي أنا قلت لك لا يطالبوا بها لا يعتبرها أولوية اليوم كان يقول لك اليوم ثلاثة أحزاب في الحكومة واحد اللي كان طالب الترسيل واحد من ثلاثة أحزاب ولكن الحكومة الحالية والآن أنا تلخيطة بالحكومي الحالي كنت تسمع واحد ما زالك يهدر عنده حالين للهجات وخالنا تجاوزنا هذه المرحلة والجهوية الضيقة في الأمازيغية تجاوزنا تشيرها لغة وطنية موحدة والحكومة الحالية تعهدت بتخصيص 20 مليار سنطين لتفعيل طبعا الرسمي الأمازيغية ما شكرا مليار مليار في سنوات وبادرة صفقنا لها ومعننا مشكلة ولكن أقول لك بكل سيق وبذل اللغة الخشب اللي ما تعجبك أنه تدبير مالي ضيق بمعنى أين هو المخطط الذي تنزيل راقيت لك في القانون النظامي من مارس 2020 جميع الوزارات يكون عندها مخطط ووجات كوفيد وتفهمنا اليوم فينا هي هذا المخطط وش ستجيب ترسم ثقافة سياسة هوية نمط حياة مشروع مجتمعي تنزله غير بجملة أنك غدد لفلوس بغين تصوروا الحركة الشعبية بأنه الحزب الوحيد اللي ما زال كيتبنى القضية الأمازيغية مع العلم أنه النشطاء الأمازيغ قبل الانتخابات تفرقوا أو لا على الأقل جزء منه ما علم بزي الحزب لا معنكم حتكار لا معنى مرحب لها العكس غير واحد القضيين نقول على الحركة الشعبية بوضوح لا نحتكروا شيئا نحن أفكارنا قاعدة لفل المغرب راستو خمس الدبا لفل الأفكار الكبرى نقول مغرب المؤسسات حالي يدفعن عليه في الوقت اللي كانوا يحفروا للأخرين تحت المؤسسات و 97 على أن التوبة المعارضة تكون لها التوبة تخلت نفس معنا على جماعة قروية وكانوا يعطبوا للك شيء في الانتخابات خخائن فاشيل فكرت النقطة الثانية هاد الأمازيغية حنا اللي بدناها التنمية القروية والجبالية حنا اللي جبناها خيار الجهوية حنا اللي طرحناه من دستو خمسين وانو عطبوا رحيزبان جهويا في الوقت اللي كانوا الأحزاب الأخرى اللي اليوم كانوا في السوق كتعطبوا رأسها أحزاب ومركزة كتسير من الرباط بالجرائد قوية ما عنداش امتداد حنا رحجينا من الهاميش إلى المركز لخدمة الهاميش في إطار وحدة الوطن والتراب واجت معك المعارضة السعبية لا مش جت معك حقيقة حركة الشعبية أنا كنحاول ده بف دماغ ديالي نستوعب بأن الحركة الشعبية حزب في المعارضة ماشي في الحقوق هنا ولد معارضا عارض الحزب الوحيد أقر الحرية العامة المعارضة في الصح مش المعارضة اليوم المعارضة اليوم مش نهي داخل مؤسسة هذا فكرنا الحركي انتصر نفتقر به نفتقر حين نرى أفكارنا يتبعناها غيرنا لا لدينا مش مشكلة ولكن ما جاءت معكم المعارضة عبقية ما هي المعارضة اليوم المعارضة بصغات أخرى وجاءت معكم ولا جاءت معكم وأنكم مكينيش في الحكومة نبدأ في هذه المرحلة هذه المرحلة بعد أولين لم نختار المشاركة الحكومية ولم يطلب مننا المشاركة الحكومية واضحي ما نطلب مننا نشاركه وما طلب مننا نشاركه باش نوضح هذا يقدر يفهم أنه موقف ما زويش تجاه حزبكم لا حينا احترمنا صنادق الاختراع احترمنا صنادق الاختراع ما أعطت ناشنا مشاركة واضحين معقولين وخسارة انتخابية لا تخيفونها حيث معناش خسارة سياسية وتانيا ما كانوا رحلوش لمواقف بالمواقع لنفرض مثال الحكومات اللي شاركنا فيها نشاركوا بوزيرين ثلاثة وزراء ما كيكونش عندي تأثير اليوم نقدر نأضطر من مواقع المعارضة ومعارضة مؤسساتية وطنية صادقة وبنلأ الحجلين مزينة في الحكومة لا نسفق عليها علاش لأن الحكومة لن تصنع العجلة لكن منطقيا بالمنطق السياسي كذلك واج ممكن حزب حل الحركة الشعبية يمارس المعارضة ولو المؤسسات اللي عندي اللي كتعكسه هو أن الصورة المغلوطة مع الأسف هي السائدة على الحركة الشعبية ناس ما عارفينش الحركة الشعبية ما عارفين هاش وبلوا عليها الصورة مغلوطة وش كل يبنها بلاوها الثيارات المعادية لحركة الشعبية اللي احنا خدنا معهم حروب خدنا معهم معارك سياسية تلتحقوا بنا أنا كنترح السؤال لنا من يلتحق بمن في الأفكار رياله يكي ليوم كون شي كتنفسه على العالم القاروي يكي كون شي يمكن تذكر على الجهوية يكي كون شي يمكن تتبنى الأمازيغية عارضة ستبنى على أي أساس سي عبدالي السباعي بزر الأحزاب يحكمتوا معهم وكنتوا معهم في الحكومة كانوا معنا وكنتوا معهم مزيح كنا شركة دابا كيف تديروا لها باللاتي اليوم تجرب الحكومية ونبدأوا على مئة يوم بعد ثلاثة أشهر من هذه الحكومة أولا كان يكون واحدة قضية كان ما يتعرض والحكومة أولا يعرضوا نفسها تلقات واحدة خطة بانتخابي كبير وفي الممارسة لا نرى شيئا معكستوش خطة بانتخابي مضاد للخطة السياسية اللي كنتشوفه نعطيك المؤشرات نعطيك المؤشرات اليوم لا نلمسهم ضمونا سياسيا في قرارات الحكومة لا نلمسهم ضمونا سياسيا في حضور الحكومة نفسها ولا أغلبيتها اليوم أمام تجمع عدد بدون مضمون سياسي علاش؟ لأنه جاء نتأج الانتخابية مش نطعها للناس جاءت الانتخابات مجموعة في مرحلة واحدة جمعت الجهات البرلمان أصبحت الانتخابات الشريعية شبه غير مباشرة رلغة طفل الجامعة هو اللي جاب بمعنى آخر لو فصلت الانتخابات الشريعية على الانتخابات الجامعية والجهوية لن تكون نفس النتائج هذه دبا ما كان عارضوش الحكومة كان عارضو واحدة الآلية ماشي آلية آلية سامنا فيها باش نشرح لك كل موضوع أنا أؤكد لك هذه جمعات الانتخابات سيعادوا في المغرب بعد 31 سنة 2021 سنعيش نفس اللحظة ميل 26 ستكون نتائج متقاربة في الانتخابات الشريعية إلى قتل قواعد إلى قتل قواعد لا في امتدار الـ 26 نحن موجودين حكومة عارضت برنامج حكومي عارضناه عطت صريح حكومي عطت صريح حكومي بدون أرقام وما فيش إبداع تعيد إنتاج ما سابق وتدعي القطيعة الوهمية كتبول القطيعة حب هذا لولمسناه بصمة جديدة للحكمة الحالية هذه مئة يوم كلها ما باشلك العربون إعادة الإنتاج ما سابق هناك عمل دار في الحماية الاجتماعية له وورش الملكي وقانون إطار درناف في البرنامج كاملين وساهمنا فيه من موقعنا التحنى وفيه أجندة في أليس تنفيد وانتمنى الحكومة تكون عندها رؤية سياسية لإنجاحه لا يوجد أن تحب المراسيم في صدرهم تتواصل مع الناس وتقنع الفئة وانتخارطوا لك لأنه ورشون استراتيجي كبير رسم جلالة المالكة النصر والله معالمه ونحن كنا منخارطين فيه أغلبية ومعارضة هذا ميلف هذا ماشي ضد بينات شي حاجة تنفيد ما سابق تنفيد ما سابق النقطة الثانية تأتي مثلا اليوم تظلي على أوراش برنامج أوراش لمطلق مؤخرا برنامج مزيان وانتخارطوا لإمتداد ديالو عارفتين معنا أوراش رغير اسمية راه انتفى الضبط قد تكون عارفها واش مدلناش في المغرب لخدمة المدنية سيرفي السيفيل وارجعناه هو سيرفي السيفيل واش مدلناش لنا عاش الوطني في السبعينة والثمانينات كتسسال منجزات الحكومة لا لا أنتقدها إيجابيا أنا بغيت سياسة لتشغيل دائمة بلا من نقشوا ثلاثين سنة بلا من نقشوا عدم الارتزام بالوعد لتعطاة المتعاقدين في الوقت اللي نحن نتعلم الجهور السياسية من داخل الحكومة كنقوله السقف اللي كان هو الوظيفة العمومية الجهوية جاءوا هم وعدوا الناس يرسموهم وعدوا واشتخلوهم واش رسموا لي الناس واشو العكس هناك تراجح حتى في نزيل قانون الإطار لا لا أنا تلتشهور ما زال نكون موضوعي ولكن بالنسبة لشهور ما هو الوصفة لنقصها لنقصها نقصها خطاب سياسي نقصها رؤية واضحة وترفع تردد هناك تردد في القرارات هناك تضارب وهناك ارتباك أنا كنت كنفها مودي دهشة لبداية حيث نجداد كفاءات ولكن في الأخر كيف يبلي أنه شي ولا عنصور لا لا أنه عنصور في الخير قد يلي حكومة أخافوا يلي هذي الارتباك بنيوي ليوم مثلا هالتجموعة العدد اللي في البرلمان ما عندوش منظمون سياسي ما كيلقش يلي البرلمان يمكن الانطيباء اللي عنده واحد جزء كبير من الرأي العام وأنه الحركة السياسية بردة مش الحركة الشعبية أماكين وارو تفقين علاج علاج شكول أنا منكم ومنه أنا كمعارضة أنا كمعارضة شكول لا يبرزني العرض السياسي اللي تقدموا الحكومة واشغنعرض ما اللي يستحقه المعارضة أو لها الدرجة لا إذا كان عرض سياسي يلزمني بالمعارضة أنا كندير الدور ديالي كان عرض داخل لمؤسسات شرعية لأننا قلت هلك إحنا اختيارنا لمغرب المؤسسات لا رجعت فيه نغندر المعارضة من داخل المؤسسات ما عندنا شيء معارضة أخرى ولكن الله يصخر ما كنش معامل زينا ما كنش معامل لا إحنا نحتاري الحكومة وانتمناولة النجاح أنا كنقول لك اليوم واشخصوا واقع الآن هناك الحكومة نقصها الجرعة السياسية خطب سياسي واضح تكون عندها رؤية خاصة الجرعة المعززة سياسيا طيب نمشي المحوار لأخير نبقى الشينا الوقت إزاي في ممكن الفترة ديال المعارضة وما كنش في التدبير الحكومي يبقى لكم شوي الوقت سنطل لا العكس لا أكيد باش ترتبوا المعارضة المعارضة سننجحوا فيها لأن لماذا قدروا محارضة سياغة البدائي سياغة البدائي ما كان نجيوش ونعرضو الحاجة اللي مزيئة لا كان نمشوا معها أنا أعطيتك أمثلة في القانون المالية 45 تعديل وجمنا التعديلات من البرنامج الحكومي ورفضاتها الأغلبية العدادية المكينة داري المكينة الرفض على كل حال حال الحكومة الآن فتحت حوار مع المعارضة مكينة ولو ديك ما هو رأى كأف المؤسسات شو رأى كأف الوطن شو رأى كأف بناء مستقبل المغربي اللي كان عتزي بجميع كيفاش حكومة بغت تلقى أوراج كبرى دون استشارة الشركاء السؤال يبقى موعلق فيما يتعلق بالويت الداخلي للحركة الشابية آخر ما كانت تذكر من تصريحات الأمين العام السمحان العنصر قال لك أنا أراك علي أنسى للولاية ديلي ومش نصنطل أعظامي أشكت وجدو ده بشكت طبخو لا أولا العنصر صرح بذلك والقانون ديالنا واضح ديال القانون بالحزاب وصرح أيضا أنه لن يغادل الحركة سيظل حركيا يناضل في صفح عندكم تبدلوا من بعد راك يديروها لا شوف كان تجارب نشوفها اليوم وهذا أولا واحد القضية نقولها لك وراه واحد زعيم حزب سياسي داز عندك ثمين بر آخر قال كلام لا يلقوا بالحركة الشعبية وكان نقول لك تربية الحركية والمدرسة التي تعلمنا عند سين حزبية حرض الله يرحمه تعلمنا أن نحترين ما شؤون الأحزاب الداخلية كانت تخلص شؤون الأحزاب هين كل واحد يقابل لأعرامه خصوصا هذا الزعيم السياسي الذي يهضر ننسى بأن قطاع الغيار لا تنظر حركة الشعبية أنا كلها شكرا على قطاع الغيار ديالكم تفضل إذن لا نقول واضحين النقطة الثانية التي نقولك فهذا النقطة البيت الداخلي سيكون نبنيوها اليوم وقبنا على المجلس الوطني في نهاية هذا الشهر ومؤتمر فتسانة إن شاء الله والأكيد أنه مؤتمر سيكون نوعيا حيث هذه المؤتمرات اللي كانوا لا تبعيش لي الورود بزائف لا ما نبيعلي والله ما نقول لك لغات الخشب حقق ما نقول لك لغات الخشب أعطيني ذلك حاجة صدق بصراحة اللاسق بمفهوم أنا صريح أنا صريح وواضح الله يرضي عليك أنا صريح وواضح وناطق رسمي شفاب حقق هنا لدينا حزب سياسي 65 وكما يقول الحكومة تنهيك والمعارضة قد تهليك نحن واعيين 65 سنة وشاركنا في الحكومة وعندنا اختيار وعندنا حركة سياسية لدينا حركة سياسية اليوم سننتقل لحزب سياسي بروح الحركة الشعبية نحفظ على الروح الحركة وإذا غالنا بنيو الحزب غالنا بنيو الحزب لأننا عاوت لك غير في النقاش لدينا بأنه جينا من منطقاته بين حزب وحركة في بداية الاستقلال بمعنى آخر قطبين السياسية نكونوا في المغرب والآلية باش تدارو الأحزاب تدارو بالانشقاقات شي خارج على شي إذا نحنا 2006 2006 دلنا الاندماج لتداد الأحزاب باش نعطوه الإشارة للقطبية السياسية وما تتبعون مناش الأخرين باقي تفريق الأحزاب باقي مع الأسر ولكن ما ستعطيه الصيغة الجديدة للحركة الشعبية سيغة الجديدة هذا بغيكم هذا بغيكم هناك نقاش داخلي في الهيئة اللي يناخ دامين معناش مشاكل الموجود والبالغة ديانك تخرج وليسولت علنات القونا إحنا رمال إلا تخبيع ديك لا والو رأي الإشارة المؤتمر المقبل هو مؤتمر انتقالي لتطوير الآدات الحزبية تطوير الخطاب بناء خطيسي يلائم الوضع الجديد ديانا ونحضر بالمستقبل ونظهر أننا ندير المؤتمر 22 لتحضير 26 ونرجع للرياضة والمقدمة والأسماء التي نسمعها متنافسة على خلاف الخمسة والعنصر لم يكن أولا يعلن رسمي لأي واحد الآن على الترشيح أسماء نسمعها في الإعلام نسمع سي أوزين سيمو بدي سي أمزازي نصر أسماء تتدول في الإعلام وربما عندهم نواي الترشيح ودحقهم والقانون لا يسمح بذلك ويكون تعدوا الترشيحات للتدبير الجماعي والتدبير المؤسستي مع المحافظة على الروح لالحركة مفهوم الحركة لا يجب أن نتخلوا عليه بتوابته ولكن أنا الأول ونقولها فرصة المعارضة فرصة تاريخية لنا لعادة بناء الدات الحزبية لماذا؟ لأن الحركة الشعبية حاجة المجتمعية في المغرب قد نخسره مرحلة الانتخابية ولكن نحن كينين عفتني لماذا؟ لا نقول لك فعلا الحزب الوحيد اللي ما عندوش مندر إلا من الشق ولا من الغرب حزب نبني من تراب المغرب بمفكيره بأفكاره بنضاله وعندنا مشاكل عندنا الجهور أكن دلو نقرة ذاتي عندنا أزمة نظيمية وهيكلية ما كان حدوهاش خسنا ننظمه رسنا ونقدو الحزب على حكم تقوليس ولكن لا تقوليس لا في جميع الأحزاب ومشو ومشو ما المشكلة بتقوليس تقوليس سلبي واش كان هدمو البيت غير أنا شحاجة وحدة أنا ضد المدى بحد الداخلية تكون وما كاناش عندنا في الحزب ما عندكمش على كل حال وخا عند المظاهر ديالها والطموحات الشخصية لأننا شنا هو الحزب هو تجمع أفضليات وتجمع مصالح وخط سياسي وحيدنا وخط إديولوجي كنت تبزع عليه غايوصل المؤتمر ونشوفو وشوني حنطل آخر السياد لا وشونا دلنا تجربة هذا المؤتمر 2018 دلنا دلنا الانتخابة الديمقراطية في المؤتمر الوطني وغندروها وتأكد أن الحركة الشعبية ستخرج قوية في المؤتمر وغادي ترجع للساحة السياسية بشكل أكبر علاش لأنه بنت المغرب من ترابط المغرب مش شي واحد يستورد الرمز يستورد الإيديولوجيا لا من الشرق ولم الغربة نحن سي تبني لهم المغرب وحنا مغاربة ووضح ولا نرهن ما صار نبأ وإلا شوف اللي نزع لنا في الإشراقات ودزع لنا في الحرب الله يزع لبركة لا كان سينهي الحركة لو كانت تخفيفها ووضح سبولة تقيلة زمار سبولة تقيلة والله يزع لتقيلتات لأمنا الصابة وغادي وغادي إن شاء الله نشوفوا ما كان على الشاشة التي نطلبت عليها مرحبا السعدي السبعي مرحبا الحسن بن علي الكتاني نعم جملة كتبها على الفيسبوك طلعت عليها وما يسمى بالسنة الأمازيغية وخاص صراحة لا أريد أن نقرأها ولكن نقرأها وما يسمى بالسنة الأمازيغية فلا يجوز لمسلمين يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يحتفل به بالمنطقة تدوينة احتفال لدرتي خارج هذا يشبع بين الكافر والمسلم أولا هذا خطاب خارج التاريخ خطاب لا مبرر له لأنه لا يوجد مسألة لا يوجد علاقة لا بالدين ولا بالإسلام لنحشره في كل شي رأى الأمازيغية من 56 كان سبعه الخطاب غير المعقول وغير المقنع وغير المبرر والذي لا وجود عفتش كيقوله علينا رواه شيء واحد كان يقوله استعمال الفرنسي هو ملك حركات شريات الفرنسية شيء يقول لك رأى الناس يضربوا الإسلام شيء يقول لك رأى مستوى لوحدة الوطن الأمازيغية نحمة لوحدة الوطنية الأمازيغية تعتز بتاريخها بالدستور المغربي الذي فيه المكوين المتعدين فيه البعد الإسلامي العربي الأمازيغي العبري كونف تخروا به والتوسطي والإفريقي هذه هي الهوية المغربة وهي حقيقة تمشي على قدمين أما هذا الخطاب الذي يزرع الفتنة ولن يزرعها لأن لا أحد يسمع مطارك هذا الكلام وصلة الرسالة والمغربة وعيين وفاهمين بأن هذا الكلام شريب على وعيين ووعرين ووعرين وتجاوزوا هذا الخطاب شكرا سيد ديس بعين شوفوا مقطع فيديو والتعليق لك طبعا من مدينة وجدة هذا طلبة دي المؤسسة عليا يحتجون خصوص الإناث على ظاهرة لليه التي تكتب علي هذا الكلام بزيب للأخير التحرش بالطالبة هذه ممارسات في طور الفصل فيها في القضاء وانتمنى القضاء يكون صارم في هذه المسائل لأنه مشكلة فقط مشغيرة نقرأها في البعد للتحرش وهذه إساءة للتعليم الجامع والحرم الجامعي لكلنا ولده ما نصطب الجامعة المغربية لهذه الانحيطات الأخلاقي وتكون بحل هذه الممارسات وتصدر على وناس مفروض منهم أنهم هم اللي غالي يولف الحكومة هم اللي غالي ساهم في تدبير الشئ العام إذن أستنكر هذه الممارسات ونتمنى القضاء أنه يكون رادع إذا تباتت هذه الممارسات وطبع القضاء هو اللي يحسم هو اللي يحكم الختم بصورة والتعليق ريادة السباح هذه الصورة تعود بالضبط إلى 1997 عزيزي علي بزاف هدف باب الروح في المعارض محجوب يعني الجانب اللي ما كعرفوش الناس كفنان وكعسكري وكزعيم سياسي السيئة حردان الله يرحمه وذاكرة تاريخية تمشي على قدمين هذا لا تاريخ يمشي على قدمين تاريخ يمشي على قدمين مدرسة سياسية تعلمت منه وتعلم منه الحركيين كثير الأفكار دياله ستتظل خالدة بصمته خالدة نتمنى اليوم ونحن أخدامنا على هذا الورش أننا نترجمه لأنه قدام هذا الإنسان أو هذا الرجل الوطني الغير لكي يقول المغرب أكبر من الحركة وأكبر من الأحزاب قال وحد عنده وحد القولة كبيرة جدا وأنه اكتب الحقيقة المغيبة في تاريخ المغيبة تاريخ اللي كان نشوف هذا في استخمس إلى هنا تاريخ مغلوط عنده تاريخ حقيقة مغيبة وكتبه إلى غاية الوفاة دياله لا كان ولا زال الآن خالدا ما تذكر آخر مقل حردان من اللي وصل بها المرض الوحدة الدارة كبيرة كان صعيبا أنك تشوفه إذن ما كناش كان نشوف عنده النهات مطاف ولكن آخر زيارة وعندي صورة مؤرقة لهذه اللحظة كان يقدم وصاياة الإيمان في الحركة الشعبية النضال من أجل المغرب إنسان وطني كي يقول لك هو اللي علمنا أن السياسة يقول لك شو تلاقوال الليكسية مثل الحرط بالفروج إذا لغزته أسقطت مصارينه وإذا تركته أكل الزرع ومع الأسف كنشوفه مثل هذه الممارسات واللي علمنا أن الإنسان في الواجهة وعلى الإعلام وعلى اللي يبغي يوصل بكلين كي يقول لك رب حل كتلعب مع العافية ديالشتاب العافية ديالشتاب إلا قربت لها قد تحرق وإلا بعدت يدرك البر وقال كلام كبير جدا يليك من سقط في البئر لن يصعد حتى يصيد إلقاعه الله يرحمه والله يرحمنا جميعا شكرا لك سي عدي السباعة الرسمي شكرا باسم حزب الحركة الشعب يكنتي مع الرمضاني شكرا الفرق تقني اللي رفقنا في هذه الحلقة شكرا مشاهدين تابعتون نتلقوا الأسبوع المقبل حصة جديدة ودائما كيف العادة آخر دعوان الله يخلل نصباتنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة